المتابعين الكرام في المملكة العربية السعودية أسعد الله وقاتكم بكوجل خير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية التي نتحدث بها عن المحاور التالية الأمر الأول سنتحدث به عن المرتفع السبيل وتأثيره على المملكة خلال هذه الفترة يتوقع استمرار تأثيره على المملكة بشكل عام في 24 أو 48 ساعة القادمة الأمر الآخر هو استمرار الطقس الشديد البرودة والأمر الأخير هو توقعات لبعض الزخات المتفرقة من الأمطار نبدأ إذن هذه النشرة الجوية بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى توالد بعض الصحب والغيوم في الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة التي نجم عنها وطول بعض الزخات المحلية من الأمطار بإنما مناطق أخرى من المملكة تقريبا تكاد تكون خالية من توالد الصحب بسبب بعض الغيوم في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة توقعات الهطولات المطارية بحسب النماذج الحاسوبية أو عفوا توقعات درجات الحار بحسب النماذج الجوية تشير إلى أن هناك مازال سيطرة للمرتفع الجوي على المملكة بشكل عام والكتلة الهوائية الباردة مرافقة له فكما نراحل أن مناطق شمال المملكة التي هي باللون الأقدر ما زالت دمن تأثير درجات الحار منخفضة في ساعات النهار التي تكاد لا تتجاوز الخمسة عشر درجات الموية في ساعات الليل تنخفض درجات الحارة في بعض الأجزاء تقترب من الصفر المئوي خاصة في المناطق الحدود الشمالية غدا النهارا تقريبا لا تغيير كبير سمار وجود درجات الحارة منخفضة في الأجزاء الشمالية من المملكة وحول المعدلات في المناطق الأخرى وتعاود درجات الحارة بالخفضة الليلة وتقترب من الصفر المئوي في بعض المناطق والأجزاء بمشيئة الله تعالى توقعات الأمطار خلال 48 ساعة القادمة إذن طبعا بشكل عام هناك فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار أو تخريج بحرية على مناطق المطلة على البحر الأحمر من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة تلك المناطق المطلة على سواحل البحر الأحمر تكون معرضة لأن تتعرض لتخريج بحرية أي سحب وغيوم ركامية رعدية ممطرة ولكن في نطقات جغرافية ضيقة إجمالا يعني ليست هي حالة مطرية إن مزخات من الأمطار محتملة قد تطالح مدر رئيسي مثل جدة أحيانا هذه مرتقبة أن تكون غدا في مناطق جنوب غرب المملكة بشكل عام باقي مناطق المملكة تقريبا أجواء بها نستطيع القول بأنها مستقرة عموما وفرص الأمطار منخفضة كما نراحظ حتى مدين جدا هناك بعض الفرص للأمطار في ساعات النهار لكنها الفرصة ضعيفة وتستحق المتابعة فقط الميدانية لمعرفة في ماذا ستتعرض المدينة لأي أمطار أبرى صور الرادارات أو الأخمار الاصطناعية لكن اعتبار من يوم الأربعاء يتوقع تحسن فرص الأمطار في الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة مناطق تابوك وبعض الأجزاء الغربية للمدينة المنورة وصل إلى بعض مناطق الجواب في الحدود السعودية الأردنية وأيضا أجزاء من ينبوح هذه المنطقة تبدأ بهذا الخاطر عديد الأمطار اعتبارا من بعض ظهور يوم الأربعاء إذن ببدء حالة مطرية متوقع تؤثر مملكة يومي الخميس والجمعة بمشيئة الله تعالى انتقالا إلى الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض والعودة إليها الأجواء باردة للغاية درجة حارة صغرى فقط 10 درجات مئوية ظهور لبعض الغيوم المتفرقة وتقس بارد بوجه عام غدا نهارا يستمر التقس بارد نسبيا في المناطق الشمالية من المملكة على وجه التحديد ويكون أكثر اعتدال في بقية المناطق الوسطى والجنوبية والغربية تتهيأ الفرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار كما ذكرنا على بعض السواحل الغربية من المملكة بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة تكون في العاصمة الرياض 19-10 غدا يوم الأربعاء 21-11 ويوم الـ 21-13 درجة مئوية ولا أجواء مستقرة لكن هناك فرصة لتتحسن بناحية الأمطار بالنسبة للعاصمة الرياض ربما لات الجمعة على السبت وتستحق المتابعة بشكل عام هذا كان يكون لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة للمزيد يمكنكم متابعتنا عبر موقع تقس عرب أو حتى تحميل تطبيق تقس العرب أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلف ويصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة